ممكن تكون مجروح بالسبب بعدك أيضا عن هالشخص وفيه إشي بدك تحكيه لإله لأنه communication ممكن يكون أيضا التواصل بينكم لأنه متوقف هو اللي عم يسبب لك ألم هون أو هو اللي عم انتزع لانه متحير من أمره لأنه أفكارك واضحة جدا اللي بتريده مبين أنه كتير واضح اللي بتريده ولكن التواصل بينك وبينها الشخص صعب وهذا عم يسبب لك حاليا جرح أو زعلان من هالإشي زعلان من أنه التواصل مش متل ما كان في الماضي بينك وبينها الشخص انقطع أو خف كتير عن الماضي بالنسبة لطاقة الحبيب وطاقة الشريك عم نشوف إنه الحبيب فيه conflict بمشاعره الداخلية يعني هالشخص متضارب بمشاعره الداخلية لأنه عنده مشاعر كتير فياضة ولكن بغير توجيه أو بدون توجيه أو ما إلها direction أو خط معين يعني هالشخص ممكن يكون أيضا اللي عم تتعامل معه برج مائي للبعض منكم الأبراج اللي ممكن تتعاملوا معه برج مائي فهالشخص كتير حساس انت بتحس إنه كتير حساس وكتير فيه عنده مشاعر وبتحسه شخص كتير عميق وهو بالفعل عنده مشاعر عم شوفون يعني شخص emotionally mature عاطفيا أيضا هالشخص ناضج وما بيحب الكذب ما يعني اللي بيحس فيه بيحكيه على طول ولكن طبيعة مشاعره هون كتير متضاربة مع بعضها لأنه ما في direction ممكن أيضا الشخص اللي عم تتعامل معه يكون فيه عنده عدة اختيارات عدة أشخاص في حياته عدة عروض حب عم تقدم لها الشخص وهو مش عارف أي واحدة يختار منهم فemotion اللي أو عاطفيا الشخص اللي عم تتعامل معه حاليا ضائع أمشوف لأنه في عنده كتير اختيارات كتير مشوش عاطفيا وهالإشي عم يسبب له تضارب نفسي في جوى نفسه أنت طاقتك كون مبينة إنه كتير واضحة ولكن هو كتير ملخبطة كتير طاقته ملخبطة أيضا ممكن إذا ممكن أيضا الشخص بيحس إنه هو إذا كان إذا كنت إنت محوط بعدة أشخاص ممكن يحس أيضا إنه في منافسة أو بيحس إنه ما بده يقوم بهال منافسة مع الأشخاص اللي حوالك يعني إذا في عندك إنت برج الدلو إذا في عندك أكس أو إذا في عندك أصدقاء عدة بحياتك حاليا أنت محوط فيهم هالشخص بيحس إنه عندك عدة اختيارات وهو خايف إنه يظهر أو يبين مشاعره لأنه أولا بيحس إنه ما بده ما بده يتنافس من أجل حبك لأنه عرضه صادق فهو بيخاف إنه يستثمر بالعلاقة وبالأخير أنت يعني يكون في عندك عدة اختيارات وتختار شخص آخر أو تختار إشي إشي آخر لكن عم شوف أنت عم تطلع عليه عم تراقبه من بعيد عم تدرسه من بعيد عم شوف طاقتك أنت أهدى من طاقته أو متوازنة أكثر من طاقته ولكن بعمق المشاعر هالشخص مشاعره ممكن أعمق تجاهك مما أنت مشاعرك أعمق تجاهه بصراحة لأنه أنت عندك سيوف طلعت أوراق عقلية ولكن هو أوراقه عاطفية فحتى إذا في بينكم تضارب أو مش عم تتفهموا مع بعض مش عم تحكموا مع بعض إلى أنه هالشخص كتير عاطفي وكتير بيفكر بيعاطفته ومشاعره من نسبة لخطواتك في المستقبل برج الجديد عم شوفك عم تبعد عن إشي معين ممكن عم تبعد عن علاقة قديمة ممكن عم تبعد عن شخص قديم أو ممكن عم تبعد عن هالعلاقة لأنه أو رح تبعد عن هالعلاقة لأنه طاقة مستقبلية لأنه بتحس أنه وصلت إلى أو إلى طريق مستود مستود صعب عليك أنه أنت عم تشوف أنه ما في حل عم تحول توجد حل للمشكلة اللي عم تواجهكم أنت والحبيب ولكن مش عم توجد لها حل فأفضل طريق أنت بتشوفه أو أفضل حل أنت بتشوفه أنك تسحب حالك من الموضوع أو تختار الصمت أو تبعد أو تنسح بشوي من العلاقة إلى أنك عم تحاول روحانيا تمنفز عم تحاول تجذب هالشخص لحياتك روحانيا عم تشوف أو عم تحاول ممكن تجذب شخص آخر بيختلف من شخص إلى آخر لأنه في عندك دمجشك فأنت عم تستخدم هالطاقة لحتى تجذب شخص معين بحياتك أيضا عم شوفك عم شوفك باني صور حول حالك إلى أنك بتحبه بس بسبب الجرح اللي سبب لك التواصل حاليا أو في المستقبل رح تكون منغلق على حالك لأنه عم شوفك اتضررت بالفعل ممكن أنت تكون متضرر مش من هالشخص ممكن يكون هالشخص جديد شخص جديد في حياتك وهالجرح من علاقة قديمة وما زبطت معك أو علاقة قديمة فشلت ومشان هيك أنت كتير محافظ كتير متحفظ كتير باني حواجز حول مشاعرك فبالمستقبل لسه عم شوفك متحفظ بمشاعرك أوراقك ولا ورقة منها طلعت فيها كبس أو فيها مشاعر أو فيها عاطفية وأغلب أوراقه شخص عاطفية بالنسبة لطاقة الحبيب بالمستقبل شخص اللي عم تتعامل معه شخص بيركز على التفاصيل اللي صغير كتير يعني ممكن بيركز على حكيك أي إشي أنت ممكن تحكيه كاجول أو ممكن تحكيه بعفوية هالشخص بيركز عليك كتير ولكن فيه عنده تفاني بالعمل بمعنى أنه فيه عنده تفاني بالعلاقة ومستعد أنه بخطواته بالمستقبل عم شوفه مستعد أنه يبذل مجهود بشأن هالعلاقة king of swords الشخص عم شوف طاقته بالمستقبل شخص كتير صادق هالشخص ما بيحب الكذب هالشخص كتير متشور ممكن أيضا يكون فيه عندكم اختلاف بالسلم ممكن الشخص اللي عم تتعامل معه يكون أكبر منك أو فكرته عن الحب بينكم أو اللي بده من العلاقة بينكم بده إشي كبير بده ten of cups بده اكتمال بده علاقة كاملة متكاملة بده أسرة بده علاقة جدية بده خطوبة بده زواج فهمت علي؟ بيختلف من شخص إلى آخر ولكن هو أمشوف أنه فيه عنده تفاني كتير لأنه هالحلم اللي هو بده إياه سواء كان معك أنت أو مع شخص آخر هو بخطواته بالمستقبل هالشخص عم يبحث حاليا أو بالمستقبل عم يبحث إلى تكوين أسرة بده يكون أسرة فمشان هيك هو طاقته الحالية متلخبط كتير ومتضارب كتير عاطفيا لأنه ممكن ما بيحب أنه فيه حواليك أشخاص وأيضا ما بيحب أنه فيه المفروض يكون منافسة بده نفس التفاني منك بده نفس الاهتمام منك لأنه مبين أنه أنت عم تمشي مع الموجة عم تمشي مع الجو ما عم تجبر إشي ولكن هو بده إشي ملموس بده إشي فعلي بدنا نوضح الوضع بينكم بالمستقبل رح يكون شوي مشوش أنتو الاثنين شوي مشوشين فكار داخلية بارانوية مخاوف داخلية أنت بجوز في عندك مخاوف من علاقة قديمة فاشلة وهو في عنده مخاوف من أشخاص بحياتك أو عروض حب بحياتك الوضع مش واضح كتير بينكم فبندنا نشوف بالمستقبل طاقتكم المشتركة شو رح يصير بها الطاقة هل رح يصير فيه كلاريتي أو هل رح يصير فيه وضوح بينكم تواصل بينكم لأنو الاثنين متحفظين أمشوفكم على مشاعركم ففيه تغيرات مفاجئة رح تصير فيه تغيرات بالوضع الحالي اللي انتو فيه رح تصير إذا انت عم تحكي مع هالشخص بدك تنتباه لأنو ممكن الوضع يتغير أو ممكن يصير فيه حساسية بينكم لأنو هالورقة بتحكي عن تغيرات مفاجئة صعب إنك تتحكم فيها وإذا انتو مش عم تحكي مع الحبيب فيه عندك أو عم تحس رح يوصل رح توصل العلاقة في المستقبل إلى حمل عليكم رح تحسوه إنو تقيل لأنو يعني هال هالعسيان العلاقة بالمستقبل أو ممكن للبعض منكم حاليا أيضا عم تحسو إنها كتير معقدة بينكم ممكن أيضا أنت بتحس إنو هالشخص كتير معقد فالعلاقة بينكم ممكن ممكن أنت عم تحس أيضا إنو هي عم توجد لك شوي من الحمل لأنو متطلبات هالشخص كتيرا أو الستاندرد تستبعه عالي أو المستوى اللي عم يطمح له كتير عالي فبالمستقبل عم شوف إنو رح تمروا بمرحلة رح يزيد فيها الضغط عليكم ممكن روحانيا ممكن عقليا إذا بتحكوا مع بعض علاقتكم رح تمر ببعض الصعاب إذا مش عم تحكوا مع بعض برضو رح تمروا عقليا ببعض الصعاب اللي هي رح توصل يعني إلى مرحلة رح تكون كتير شديدة أو كتير معقدة أو رح تحس إنو الحملة كتير زاد ومن بعدها هاي هو اللي رح يوصلكم إلى إلى استنتاج أو رح يوصلكم إلى clarity أو إلى وضوح أو إلى فكرة معينة استنتاج معين خط واضح تمشوا عليه يعني أم بيّن إنو العلاقة بينكم تحتاج لسبب ما يعني من الله إرادة الله بتحتاج إنو تمر بهالمرحلة لإنو ما رح توصل إلى إذا أنت ملخبط عاطفيا أو هو ملخبط عاطفيا ما رح يوصل إلى النتيجة النهائية أو القرار النهائي أو الإنلايتمنت أو التنوير بهو شو بيريد إلا بس يمر بهالضغط الشديد تفهمت عليه؟ فمن بعد هالضغط الشديد رح يصير فيه تغيرات بأوقات مفاجئة لأنه Wheel of Fortune دائما تحكي عن التغيرات فما رح تستمر هالطاقة لفترة طويلة رح يصير فيه تغيرات ورح يصير فيه وضوح بينكم بدي وضح إشي إشي آخر اللي هو وضحنا إنو رح يصير فيه clarity بينكم ووضوح ولكن ما وضحنا إنو هل رح يكون فيه خطوة هل رح يكون فيه تواصل فبدنا نشوف هل هالشخص رح يقرر إنو يتواصل معك أو يقدم لكريسالة أو عرض حب بدنا نوضح شو خطواته هو بالمستقبل بالعلاقة يعني مش فقط خطواته هو بنفسه شو هو هو مصير العلاقة بينكم أوكي أوراق كتير 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 جميلة ممكن البرج اللي عم تتعامل معه يكون برج مائي بالأخص برج السرطان لأنو هالكرت بيتبع برج السرطان فممكن البرج اللي عم تتعامل معه برج مائي في بينكم بعد بالمسافات ولكن عم شوف إنو فيه تقدم ورقة تتايت تحكي عن التقدم المستمر الدائم فهالشخص فيه رحلة عن البحث عن الريضة العاطفي هالشخص هو مختار قرار إنه هو بده الرضا العاطفي بده تين أوف كوبس عم يبحث عن السعادة العاطفية هالشخص وإنت ما عم شوفه رح يقوم بخطوة تجاهك ولكن هو فيه تقدم مستمر إذا إنت ممكن توفر له اللي هو بيريده لأنه هو هون أغلب كروتو بده رضا عاطفي بده أسرة بده إشي جدي عم شوف هالشخص عم يحاول يكون أسرة حاليا فإذا أنت بتشوف إنه بتقدر توفر له اللي هو عم يبحث عنه اللي بيريده هالشخص ممكن يحطك في عين الاعتبار لأنه هو الإشي الوحيد اللي خلا يبعد عنك إنه عم يحس إنك مش جدي عم يحس إنك غير جدي عم يحس إنك أنت محوط بأشخاص وأطراف أخرى خمت عليه فهو عم يبحث على هالسعادة عم يبحث على تكوين أسرة فبدو الوضع يكون كتير جدي ممكن يصير في بينكم لقاء أو يصير في بينكم حديث غير متوقع لأنه مثل ما حكينا تغيرات في الأحداث غير متوقعة رح تصير فممكن الوضع بينكم رح يتغير بمعنى إنه رح تصير تغيرات أنت حتى وهو مش رح تتوقعوها ورح توصلوا إلى استمتاج أو إلى فكرة إنك رح تفهم الفعل هالشخص شو يتطلب منك أو شو يريد منك لأنه مبين إنه أنت ماخذ الوضع بأراحية أكتر يعني يعني إراحة أكتر إنه أنت ماشي على أهوى الجو ولكن هالشخص عمشوف في عنده شوي أيضا أو بيحب شوي السيطرة بيحب يسيطر على تطور هالعلاقة لأنه عنده كينغ أوب سورت فبيحب يكون متحكم أكتر بالأمور فمشان هيك بده اهتمام منك أكتر بده ديفوشن بده يعطي العد ما هو بيطيب العلاقة أوكي حباي ببرج الدلو بتمنى القراءة تكون فعدتكم وحبيتوها إذا حبيت الفيديو لا تنسى تحطي لايك وكومنت شار وسبسكرايب إن شاء الله رح شوفكم في الفيديو